الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الله والباطنة متوفيق الله عز وجل أننا نبدأ درس اليوم من نحو من كتاب التحفة السنية الشيخ محيدين عبد الحميد رحمه الله وتعالى ونحن في يوم الأثنين العاشر المحرم لعام ستن وثلاثين واربعمل ألف الموافق الثالث من الشهر حدي عشر لعام أربعة عشر وألفين وقد وقفنا على علامات النصب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اكتب للنا وعشريننا ودوالدين ونسيون اللهم الله قال رحمه الله تعالى علامات النصب قال ولنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة واليارو حث النوم قال للنصب خمس علامات الفتحة والالف والكسرة والياء وحث النوم الفتحة العلامة أي شيخون الأصلية العلامة الأصلية إذن كم نائب عن الفتحة هنا الألف والكسرة والياء وحثف النون كم نائب عن الضمة ثلاثة الواب والألف وثبوت النون بينما الفتحة لها كم نائب أربعة الألف والكسرة والياء وحثف النون طيب وأقول وقل من كينما أنزعكم على كلمة الكلمة لأنها مصوبة فيها وجدت في آخرها علامة من خمسة علامات وحدة منها أصلية وعي الفتحة وأربع فروع عنها وعي الألف والكسرة ولياء حثف النون الفتحة ومواطنها قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصف في ثلاثة مواطن في الاسم المفرد وجمع التكسير والحمر المقالب إذا تخل عليه ناصر ولم يتصل بآخره شيء شوف لاحظ الآن في سهولة الاسم المفرد يرفع بالعلامة الأصلية الضم وينصب بالعلامة الأصلية الفتحة وجمع التكسير يرفع العلامة الأصلية أو علامة رفع الأصلية الضم وينصب وينصب أيضا العلامة الأصلية الفتحة الجمع التكسير طيب قال نصب علامات في ثلاثة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الفعل المضارع إذا تجرد من الجازم والناصر يرفع عامة رفعه بالعصلية الضم أما يدخل على الناصر ينصب بالعلامة الأصلية أو علامة نصبه الأصلية الفتحة صدتها الآن تقدر يستحفظها مع بعض ما نطلع شيء جديد الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع كل من هالثلاثة يا شيخوان يرفع بالعلامة الأصلية وينصب بالعلامة الأصلية ما يلعامة الأصلية أصلية للرفع ضم وما يلعامة الأصلية للنصب فتحة فهذه الثلاثة الاسم المفرد والدمع التكسير والفعل المضارع كل من هالثل يرفع بالعلامة الأصلية وينصب بالعلامة الأصلية طيب يعني هذه حين تقدر تدخلها مع ما مضى تكون محفوظة أعيد الاسم المفرد ليس بمثنى ولا جمع وجمع التكسير الذي تكسر حصل فيه تغيير عند الجمع ليس جمع المذكر السالم والفعل المضارع هذه الثلاثة ترفع وتنصب بالعلامات الأصلية في الراف الضمة وفي النصب فتحة طيب كم وَأَقُونُّ تَقُونُ فَفْحَةُ عَلَامَةً أَلَا فِنَّا لِلَا فِنَّةَ مُنْسُوبَةٌ في ثلاثة موارض الموضع الأول الاسم المفرد الموضع الثاني الموضع الثاني الموضع الثالث الفعل المضارع الذي ستققه مناصب ولم يتصل لآخره ألف وثنين ولا واء جماعة ولا لها المخاطبة طيب لو تصل به ألف وثنين أو واء الجماعة أو ياء المخاطبة ما يحدث هنا هذا يحدث يحدث من الفعال خمسة في حال النصب لن ينصب بالفتحة سينصب بحذف النون وفي حال الرفق يحدث من ثبوت الله نعم ما هو تعريبه كل سبق ما ليس بمثنى ولا جم نعم نعم لقيت عليا عبد الرحمن لقيت عليا فعل ماضي ولا مضارع الأمر ماضي 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 الماضي والأمر ما بالهما مبني مبني اللي يرفع فقط ماذا اللي يعلم فقط المضارع أنت قلت ماضي يزاك الله خير إذن هو مبني طيب مبني على ماذا لقيت الضمة هذه الكلمة ولا كلمتان لقيت شوف أتأمل كلمة ولا كلمتان كلمتان إذن لا نتكلم عن مبني الضمة لقي تو لقي تو مبني على ماذا أين آخر حرف في الفعل ساكن صح لقي تو إذن فعل ماضي مبني على السكون للتصال بضمير الرقم متحرر ضمير الرقم ضمير الرقم مبني على الضمة في محل رفق فاعل لم أكن لقيت فعل عاليا أفعول به منصوب بالفعل وعلاة نصبه فتحة الظاهرة على آخر هذا مثال اسم مفرد جاء منصوبا عاليا فعلامة نصبه الفتحة العلامة الأصلية كم وَلَهُ قَابَلْتُ هِنْدًا قَابَلْتُ هِنْدًا قَابَلْتُ هِنْدًا ترى مثل لقيته عاليا بس هذا لقي عاليا أنت لقى قابلت قابلت هِنْدًا نفس اعرف قابل تو مثلا الماضي مبنع السكون صالح بيش ضمير الرقم متحرر ضمير متصم مبنع الضم في محابة هِنْدًا نفعول به منصوب بال بالفعل علامة نصبه فتح الله علىك طيب كم فعليا وَهِنْدًا بِسْمَهِ وَهُمَّا وَهُمَّهُمَا لِأْنَّهُمَا مَحْوِيَانِ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ هِنْدًا الفتحة طائرة والأول منذك والثال وَالنَّهُ وَكَتْكُونُ فَتْكُونُ لَقِيْتُ الْفَتَى لَقِيْتُ الْفَتَى أَعْرِب لَقِيْتُ الْفَتَى أَبَى مُحَمَّد صَالَح ابن عَلِي أَعْرِب لَقِيْتُ الْفَتَى كَلَمَثِلْ لَقِيْتُ عَلِيًّ ها فعل ماضي ابن عَلسكون اتصاله صح بضميره متحرر لقيت وتاء ضمير متصل مبنع الضم في محارة رف فاعل صح هالفتا أفعول بي صح منصوب بالفعل وعنانة نصبه مفتحة مقدرة على الأخذ من عن ظهورها تعذر ماشاء الله كم؟ وَنَحْمُ حَدَّثُ لَيْلَّا فَمْسَتْهَا وَإِلَّا بِاسْمَهُ فَرَجَانُ مَطْرُبَانِي لِكَوْلِ كُلِّ مِنْهُمَا وَقَعَ مُقْبُولًا بِهِ وَعَلَمَةُ نَصْبِهِ مَا فَرْخَةٌ مُقْتَرَةٌ على الألخ من عن ظهورها تعذر وَلَوْلُمْ مُقْبُولًا وَمَنُّهُمْ وَمَنُّهُمْ وَلَوْلُمْ وَلْفَلُمْ وَالْخَةُ وَالْحَرُّهُمْ صَاحَبْتُ الْرُجَالِ وَنَحْمُ وَطَاعِنُهُÉ algúnودَ صاحبت الرجال أعرف أعرف صاحبت الرجال صاحبت كلها صاحبت 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 فاعل في محرف فاعل ضمير متصل ضمير متصل مبني على ماذا صاحب تو في محل الرجالة بالفعل علامة نصبه أيوة لماذا هنا صارت علامة نصبه علامة نصبه الفتحة الأصلية لأنه لكن لا يوجد أن نقول أن ندعو التكسير فقط نفهمها نعم نكمل نحضر شوية وترى الناسة سكارة وترى الناسة سكارة أبا صالح ترى الناسة سكارة فعل ماضي فعل ماضي مبنع السكون يقال فعل ماضي لا محلم العراب طيب الناسة طيب أين الفاعل ترى قلت فعل أما قلت فعل أين الفاعل ضمير ضمير مستدر تقديره أنت ترى أنت الناسة صح طيب سكارة الناسة الناسة كمل وترى الناسة ما عرابه اسم بس ما عرابه أفعول به رفعول به نصوب الفعل نصوب الفعل نصبه سكارة صفر لا حال ما الفرق بين الحال والصفة سكارة اذا قلت رأيت محمدا مسرورا تقلت رأيت محمدا الطويلة ترى واحد منها صفة واحد من الحال رأيت محمدا محمدا مسرورا أو محمدا رأيت أو جاء محمد مسرورا جاء محمدا مسرورا وتقول رأيت محمدا الطويلة ما الفرق بينه طويل صفة مسرورا حال كيف ميزت يعني صفة الصفة تقلت معنا الحال محمدا جيد الصفة لازمة الصفة لازمة محمدا طويل عاد عطول طويل الحال محمدا موصوف فيها الحال يمر فيها ماضح ثم أن الصفة تتبع الموصوف يعني قد تأتي الصفة مرفوعة منصوبة مجرورا حسب الموصوف بها تقول رأيت محمدا الطويلة ومررت بمحمد الطويل وجاء محمد الطويل لكن الحال يأتي منصوب الحال يأتي منصوب وأما الصفة فيتبع الموصوف قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا والصفة ملازمة للموصوف الحال حالة يمر بها فهنا يعني المؤلف ايش قال قال وترى الناس نحو قال سكارة يقول والسكارة والأيامة جمع تكسير منصوبات لكونهما مفعولين وهذا كما يقول عندي بالحاشية سبق قلم من المؤلف وليس بمفعول المفعول سكارة ترى أنت الناس سكارة لكن حالهم الناس هي المفعول وحالهم أنهم سكارة فهو سكارة حال منصوب معناة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهرها التعذر نعم كم لن نبرح عليه عاكفين يا الله أعرف يا أبا يوسف حرف نفي ونصب استقبال حرف نفي ونصب استقبال كيف يعني في ينفي الفعل كيف يعني نصب ينصبه كيف يعني استقبال يعني ينفي شيء في المستقبل نعم نبرحا 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 في المغار المصوب وعنا منصبه الله على خير وقال يوم في youtube تقليل منحنا نعم 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 علي لأ حف جر نعم لا مغال لأ جر وليأ ممير مختصف مبني على الياء الهاء 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 وليم مختصف مبني على كسف في محف جر في حف الجر نعم عاكفين عاكفين هنا عاكف يقول خبر نبرح لأن نبرح هنا من أخوات كان فنبرح نحن اسم نبرح وعاكفين خبر نبرح منصوب عن نصبه عن فتح لأنه جمع لكرب سعلا والنوع عرض طريق الاسم ما فيها لا لا كم فنبرح فعل مبارع منصوب بأنه علامة نصبه فتحة طاهرة وفتحة مفترة لأنه من سبري أن تسأى إلى النجل فتسأى فعل مبارع منصوب بأنه وعلامة نصبه فتحة مفترة على الأمي منع منه طيب أعرب يسرني نعم يسر رفع المضارب مرفوعات رفعه الضم لماذا مرفوع؟ في تجرد من ناصب والجازب طيب يسرني النون لا لا هذه النون قالها نون الوقاية نسمعها نون الوقاية نون الوقاية لا ينكسر الفعل الفعل وبين الياء المتكلم تأتي النون ضربني يسرني يعلمني تسمى هذه النون الوقاية الياء في الضمين المتضمين في في محبرة فعال صح أن هداة نصب صح تنصر فعل مضارب كم ها؟ ن تسعة فعل مضارب لماذا فعل مضارب على المترافين لماذا قلت أن حرف نصب طيب لماذا قلت حرف نصب لأن تنصب كيف تقول فعل مضارب مرفوع المضارب منصوب بأن علامة نصبه فتح المقدمة منع منظورها التعذي طيب تسعة فعل صح المضارب منصوب بأن طب أين الفاعل؟ نعم مستتر وجوه تقديره أن تسعى أنت صح إلى المجدي إلى حر جر أو المجدي اسم مجرور به له علام جره مبارك الله طيب يالله كبرك قد تصر إلى آخره يجب أن تصر إلى آخره الحر المضارب و الآف و الآف و الآف الآف و و الآف لن يكون منصوباً على نصب الفتحة. يكون منصوباً على نصبه حث النون لأنه من أفعال خمسة. واضح? إذا متى يكون فعل مضائع في حال نصب ينصب الفتحة العام الأصلية. أقول إذا لم يتصل بآخر شيء. لا واو جماعة ولا ألف اثنين ولا يأمو أنه مخاطبة. لأنه لو تصل في واحد ثلاثة صاحب نفعال خمسة ولا يتصل به نون لا توكيد ولا نون نسوة. نعم. بلا علامة نصبه حث النون. ولا يؤمن أو أولياء فاعمل ما يسهل في حالي رب. وسدعب ذلك فيما يأتي. على ما نعرف ذلك فيما يأتي. خلينا ننمي هذا أنفسنا. لن تضربوا. أعرف. يلا. لن أدرس نصب. بس نصب. نصبه نفي واستقبال. طيب تضربوا. نصب لن. أعرف نصب لن. أعرف نصب لن. أعرف نصب لن. أعرف نصب لن. واو الجماعة. واو ضمير متصم ابن عيس كون فيما عرف. فاعل. طيب. أبا حميد. لن تضربي. لن أدث نصب. لن أدث نصب. أنا فيه استقبال. صح. تضربي فعل مضاعر من صوب لن. معناة نصبه. حذف النون. ما تقول حذف حرف النون. حذف النون. لأنه من. لسماء الخمسة. تأكدنا اسماء الخمسة. من لفعال الخمسة. طيب. أين الفاعل. الياء ضمير متصم ابن عيس كون في محال. خف. فاعل. كم. ويستصر بآخره منون التوكيد الزقيفة للنصب. والله نمتد همم. أو خفيفة النصب والله نمتد همم. فهو مبني هذا فتح في محل نصب. حين نزل نكون مبني على الفتح في محل نصب. الاتصالي بايش. بنون التوكيد. طيب. أعرف. أبا دغيمان. يلا. أبا عبد الرحمن صح. أنت أبو عبد الرحمن. بمشاري. بمشاري بن دغيمان. سالم. يلا. والله. لا. والله. والله. وليس والله. والله العظيم. شين الواو هذه. لا. والله. حرف جر. والقسم حرف جر. صح والله. أما قال حرف القسم الواو والباء والتاء. هذه واحد مننا حين. والله. الواو حرف جر. حرف قسم. جر. إسم الجلالة. جر. بحرف الجر. عن جره. كسر. في آخره. لن. حرف. نص. نص.resp heavenly. ونفي واستغبر. صح. تذهبا. نصب ماذا؟ تذهباً فعل مضارع مبني على الفتح مبني على الفتح الاتصال بينهما التوكيد الثقيلة في محل نصب ننصب بلن هنا هذه الفتحة لن تذهباً ليست التي فعلتها لن وأنما جاءت الاتصال بنون التوكيد فصالت أيش مبني عبد هنا فعل الله مبني الاتصال بنون التوكيد تصد به نون التوكيد كما لو تصد بعض نون نسوة يكون مبني على السكون الوالدات يرضعنا يعني هذا البناء بسبب الاتصال بلا منصوب بها ولكن الفتحة اللي شوفها الآن ليست هي بسبب لن بسبب اتصال الفعل بنون التوكيد أو اتصال بنون التوكيد بالفعل وحينئذن الفتحة تكون ايش منصوب بلن ايش بفتحة مقدرة ضينا وذاك ايش يقول فهو مبني على الفتح في محل نصب شوف في محل نصب وإن اتصر بآخره من النسوة لأنه لن تدرك لنا المدى إلا للعباب وهو حين مبني على السكون لا اقرأها مرة أخرى خرار سليمة لن لن تدرك لنا المدى تدرك لنا لن تدرك لنا نور النسوة نور النسوة ايش 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 اذا تصرف نور النسوة الفعل فأنه يبنع السكون والوالدة يرضعنا هكذا تقرأ هايش لن تدركنا ها صح لن تدرك لن تدركنا تدركنا نعم لن تدركنا فمن يعرفها تبرع يلا لن تمام حرف نصف ونفي واستقلال فعل مضارع لا أبنع السكون اتصاله بنون نسوة في محل نصف صح نون نسوة ضمير متصر مبنع الفتح في محل صح 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 في محل رفعش فاعل فاعل براك لك طيب المجدة يعني تدرك ها تدركنا هذي فعل وفاعل ها تدركنا فعل وفاعل النون هي الفاعل النون النسوة هي فاعل مفعول مفعول به منصوب بايش الفعل عند نصبه إلا حرف استثناء لا لا محمل رفعش بالعفافي صح بارك طيب خلص بس قاعد خلصنا طيب نيابة الألف على الفتحة هذا الآن أي نائب رغم كب نائب الأول نائب الأول الألف عن الفتحة لاحظ مر معنا بأن الألف تنوب عن ماذا عن الضمة في ماذا في المثنة المرفوع على مترفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنة هنا الآن منصوب معناة نصبه الألف نيابة عن الفتحة هذا الأي هنا يا أخوان فيه الأسماء الخمسة رأيت أباك رأيت أخاك رأيت حماك رأيت فاك الأسماء الخمسة إن جاءت في محل نصب فإنها تنصب معناة نصبها الألف نيابة عن Fetha في المثنة في محرف لجاء المثنة مرفوع فإنه يكون حلام ترفيعه الألف نيابة عن الضمة شفت الألف تارث انتنوب عن الضمة وتارث انتنوب عن الفتحة متى تنوب عن الضمة في المثنة ومتى تنوب عن الفتحة الألف الكامل أسماء الخمسة أبو عزيز متى تنوب الألف عن الضمة في المثنم أربعة رفع الألف نائبة عن الضمة جاء الطالبان ومتى تكون الألف نائبة عن الفتحة في الأسماء الخمسة شف واضح طيب أقرأ قال وَمَّا الْأَلِكُمْ فَتَكُونُ عَلَهَمَةً لِلنَّصْبِ في الأسماء الخمسة مَنْ رَيْءُ مَنْ بَأَرْكَ وَأَرْكَ وَمَا أَشْرَى ذَلِكَ وَأَكُونُ مَتْ أَرَفْتَهُمْ أَنْ سَبَقُ الْأَسْمَاءَ الْأَمْسَةَ وَأَشْرَفُ بِالْعَابِهَا بِالْوَابِ وَأَرْكَ وَالْأَلِكِ نَصْبًا وَلْيَاءِ جَرَتْ يقول 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 المؤلف أنه سبق أن عرفته وما أدلت سبق عرفته أو لا متى تعرب الأسماء الخمسة بالحروف النائبة عن الحركات أن تكون مفردة ليست مثنة ولا جم اثنان أن تكون مكبرة ليست مصغرة أو خي أو بي ما يصلح ثلاثة أن تكون مضافة إلى غير إلى غير يامتك أربع أن تكون فو من غير غير ميم وأن تكون ذو بمعنى بمعنى صاحب إذا توفت هذا الشروط في الإسماء الخمسة فإنه يعرب بالحروف نيابة عن الحركات في حال الرفع يرفع نيابة عن الرفعي الواو نيابة عن الفتحة وسيأتينا إن شاء الله في حال الخض يخفض على الخضي نيابة عن الكسر هذه الأسماء الخمسة نعم وَلَا مَقْبِرْكَ بِأَنَّ الْأَلَامَةَ وَلَّا أَمُرْ ها احترم أمر أمر معرب أمرب أم مبني مبني شوفها احترم انظرها وانطقها واسمعها احترم فالمبني على ماذا عسك شوف شون سهل نحو قلت لكم بابه من حديد وجوفه من قصر احترم فعل أم لا اسم فعل ماضي أم لا مضارع أم ر أمر الأمر معرب ولا مبني 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 على ماذا إخوان احترم على السكر إذن أعد الآن اعراض احترم فعل أمر مبني على السكر قل لا محل له من العراض طيب أين الفاعل أما قلت أنه فعل أين الفاعل ضمير مستثر وجوبا تقديره أنت احترم أنت تسمعك حطاني احترم أباك زين احترم يال أباك أبا مفعول به منصوب بالفعل وعلانة نصبه الألف نيابة عن فتحة لأنه لا اسمها الخمسة وهو مضاف والكاف أباك ضمير متصب أباك مبني الفتح في محل جر ايش في محل جر بالإضافة أو مجرور بالمضافة طيب كم أنصر أخاك أنصر أخاك يعني احترم أباك أعرفنا أعراض أنصر أخاك هي هي صح صح ولا فمن هناك آخر واحد مجلال مجلال تعرب والمعندك كتاب جيب لك كتاب عشان ما يصلى عدر تلقى بره طيب الله عينك سباعي والدعم لاسهلي طاحت برأسك يلا انصر انصر أخاك انصر أخاك الاسهلي بالعراض انصره بالعراض انصر أخاك فعل أمر مبني على السكون صح أين الفاعل أنت إذن هو قال عن ضمير مستتر وجوب التغدير هو أنت صح أخاك أخاك فاعل 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 بلنا أنت مو قلت أنت هو الفاعل مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة شنو موضوعنا موضوعنا الآن ما ينوب عن الفتحة العلامة هنا نائب عن الفتحة ما هو ها أنت تخفص صوتك عيسا سأكمل بذلك لا أخاك احنا قلنا شوف احترم أباك أباك أبا مفعول به منصوب بالفعل وعلى منصبه الألف لأنهم الأسماء الخامسة هذا أباك طيب أخاك يلا نفس أقول نفس أبا ثم أقول أعطوه واحد مهم العطاء المدرس سؤال فقال الإجابة تجدها في الكتاب يا سلام مفعول به مفعول به مفعول به تقضها هكذا لكن ركز معي والله ما رأح خليك اليوم ألا أنت تعربها والله أقصبت الكفار تيمي عليكم أخو أباك أبا مفعول به منصوب بالفعل لأنه من الأسماء الخامسة لأنه من الأسماء الخامسة هذا أباك صح طيب أخاك مفعول به منصوب الألف نيابة عن عن الفتحة لأنه من الأفعال الخامسة بعد الأفعال الضار الكفارة فيني فيك لأنه من الأسماء الخامسة الآن أبا محمد ما الفرغ من الأفعال الخامسة والأسماء الخامسة والصلاوات الخامسة ما الفرغ الأسماء الخامسة أبوك أخوك حموك فو ذوما هاي اسم الأسماء الخامسة الأسماء الأفعال خامسة أفعال يفعلون تفعلون يفعلاني تفعلاني تفعلين فأخاك هل هي من الأفعال خمسة يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان تفعلين ولا من الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك ذو أو فو ذو مال الأسماء الخمسة فرق الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النوت يفعلون وتنصب وتجزم بحث النوت أسماء الخمسة ترفع علامة ترفعها الواو أبوك وتنصب علامة تنصبها الألف أباك أخاك وتخفض علامة تخفضها الياء أبيك أخيك طيب الآن اعرف من جديد انصر فعل أمر ممنع السكون أين الفاعل ضمير مستدخديره أنت أخاك أفعل بي صح منصوب صح الله أكبر على نصر ألف لأنه الله أكبر يعني لو قائم الأفعال الخمسة الله يعلم ما ستستفيد لك الحمد لله قال من أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير مستدخدير مبنع الفتفي محل جرمضاف زين كمل زوري حماكي زوري حماكي عبد العزيز أبا أيش عبد العزيز أبا سعود يلا زوري حماكي زوري نوع من الأسماك الصغيرة في البحر زوري زوري فعل أمر فعل أمر يفعلون تفعلون يفعلان تفعلاني تفعلين صح تفعلين ها مثل ها يزورون تزورون تزوراني يزوراني تزورين طيب حالو هذه الفعل خمسة ترفع بثبوت النور وتنصب وتجزم بحث النور إذا جاءت فعل أمر هذا إذا كانت فعل مضاء إذا جاءت فعل أمر فإنها تبنى على حث النور تبنى على حث النور فزوري فعل أمر والفعل أمر مبني ولا معرب مبني فمبني على ماذا هنا زوري على حث النور لأنه أفعال خمسة ما ألو مخال ما مرت عليك بس حين وصلت لك زوري أين الفاعل زوري أنت ولا الياء 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 هي الفاعل طيب إذا الضمير متصب مبني السكون في محل رف فاعل زوري حماكي حماكي فاعل به نصوب 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 علامة نصبه الألف نيابة عن فتح لأنه مبارك وهو مضاف والكاف والكاف حماكي ضمير ما بنع على ماذا حماكي ما بنع على الكسرة في محل جر نضاف صح كم نظف فاكة من يعرف نظف فاكة تحتاني الكبير نظف فاكة بالمس واكي فاكة 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 مجزوم مجزوم إذا مجزوم معنى معرب مبني مبني على ماذا مبني على الجزم مبني على الجزم مبني على السكون صح أين الفاعل تقديره صح ضمير مستتر وجود تقديره فاكة بالفعل وعند نصبي الألف نياه وتعان فتح لأنه وهو مضاف الكاف على الفتح في محل جر مضاف لها كل كل الضماء تأتي بعد الاسم الضماء الخمسة مضاف لها ناصمة من شروطها أن تكون مضافة ليست مقطوعة لضافة كمّل لا تحترم ذا المال لماله ضرمان ضرمان بشرفان صح لها لا تحترم أمر أمر لا أمر إذن لا ناهية تجزم الفعل المضارب بعدها لا تحترم لا تحترم مضارب 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 صح لا تحترم أما قلت فعل المضارب أين الفاعل ضمير مستثرة ووجوبا تقديره صح ذا ذا فعل فعل وفاعل نفعول به منصوب منصوب بالفعل وعنات نصبه ألف نعمل نعمل عن لأنه وهو مضاف والمالي مضاف 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 إليه مدرور بالمضاف وعلى جره لماله لماله وماله ومال 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 وهم ضاف وهم ضاف وهم ضاف ضمير متصل مبني على لماله مبني على ماذا كسر كسر في محل جار مضاف ليه طين كم محل وكو يح ومال رحل مرو رحل رحل وعلم نصبه ألف نيابة سورا من حول مضاف فيه عن الفتحة سوى هذا الموضوع. الألث موضوع آخر ينوبه عن الضمة المثنى. لكن فيه عن الفتحة فقط فيه الأسماء الخمسة. الدرس الأخير اليوم أو آخر ما بقيم درس اليوم نيابة الكسرة عن الفتحة. نيابة الكسرة عن الفتحة. طيب نطرح. قال له عن الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المعنف السالم. دم وأن السالم لا اسم آخر. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. صح? عرفنا أن جم وأن السالم هذا. جم ليس بمفرد ولا مثل. سالم سلمت حروفه من التكسير ليس جم من تكسير. عند الرفق يرفع بالضمة على أصلية. وعند النصب ينصب على منائبه. اللي هي الكسرة. نيابة على الفتحة. وهذه نقرأها كثير في القرآن. وعمل الصالحة تي. ها? خلق السماوات تي. الله ما في السماوات تي. فالصالحات تي. تأتي من موضع نصب ومنصوب. علامة نصبه الكسرة نيابة على الفتحة. إن المسلمين والمسلمات تي. والمؤمنين والمؤمنات تي. والقانيتين والقانيات تي. والصادقين والصادقات تي. تجد أن هذا الجمع المؤنث السالم في حال النصب تكون علامة نصب ماذا الفتحة ولا الكسرة? الكسرة. على مصلي ولا نائبة? نائبة. نائبة عن ماذا? عن الفتحة. هذه القصة كلها. نعم. أقرأ. وقل قد أرقتك ما سبق جرع المؤمنة السالي. ولا نخطرك أنه لنخطرك أن تستجل على نصب هذا الجرع من وجود الكسرة في آخرين. ولكن أقرأ قولك إن الفتيات المهذبات يدركنا المجنة. إن محمد. حرف. حرف. إن توكيد. ونصب. ينصب صح? طيب. إن حرف توقيت. ونصب. حرف ناصب. الفتياتي. اسم إنه. منصوب بها. وعنات نصبه. الكسرة. نيابة عند? عند? لأنه. نعم. فتياتي اسم إنه منصوب بها. وعنات نصبه. الكسرة. نيابة عند? فتح لأنه جمع ذك. مؤمنة السالة. المهذباتي? صفة. للمنصوب منصوب. عنات نصبه. كسرة. ظاهرة والمقدرة. على آخرين. نيابة عند? لأنه جمعنا السالة. نيابة عند الفتح لأنه جمعنا السالة. يدركنا. من يكمل. حاتم. يدركنا. 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 فعل مضار. يدركنا. فعل مضار عيش فيه. مبني على السكون. الاتصاله بنون النسوة. والنون. نون النسوة. ضمير متصل مبني على الفتح في محرف. فعل. المجد. المجد. المفعول به منصوب بالفعل. عنات نصبه. الفتحة الظاهرة على. كمل. فكلهم. فكل من الفتيات والمهذبات جمع يقول لكون الثاني نعتل للمنصوب. نقول نصفة. هل أخطأنا؟ والمؤلف أخطأ؟ النعت والصفة. وصفه النعت. إذا قال النعت أو الصفة المعنى هو. ولا تنوب الكسرة عن الفتحة إلا في هذا الموضع. اللي هو الجمعنا السابق. منصوب على تصبيل الكسرة. رح يأتيك عكسه. أيش أخوان. الاسم الممنوع من الصرف. فإن ذاك الممنوع الصرف مخفوض أو مجرور. وعلامة خفضه أو جرهي. الفتحة يابتع الكسر. تفاهمين؟ الجمعنا السالم مع الاسم الممنوع من الصرف تبادل. أما الجمعنا السالم فينصب على تصبيل الكسرة. وأما ممنوع الصرف فيخفض على ما تخضيه الفتحة. مثل ما تقول عن عائشة رضي الله عنها. عن حرجر عائشة اسم ممنوع الصرف. وسيتين أسباب ممنوع الصرف. هنا للعالمية والتأنيث عن عائشته. ما تقول عن عائشتي. ما في عن عائشة. عن عائشته. فتجده مجرور وعلامة جرهين الفتح نيابتع الكسر. لأنه ممنوع الصرف. بينما جمعنا السالم منصوب. إن الفتيات منصوب بإنه. وعلامة نصبه الكسر نيابتع الفتح. لأنه مجرور صلى الله عليه وسلم. والله تعالى على الناس. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر